هنتقل بكم الى شرم الشيخ بالامس تحدثنا عن هذا المؤتمر العالمي وهو المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب اللي بيعقدوا الـ IBO International Parliament Union ورئيس مجلس النواب النهاردة ألقى قلمة الجلسة الختمية للمؤتمر العالمي المنعقد فيه شرم الشيخ اختتم أعماله وعايز أقول لكم ان تصريحات المستشار الدكتور حنفي الجبالي قال فيها ان النسخة التمنى من المؤتمر شهدت حالة حوارية راقية وبناء بين شباب البرلمانيين تجاه قضية بلغة الخطورة وهي قضية تغيير المناخ عايز أقول لكم ان سيطرت سيطرت مناقشات تغير المناخ في العالم على كل لقاءات البرلمانيين الشباب في شرم الشيخ وده معنى انه دول حيعودوا الى بلادهم مرة اخرى يتحدثون عن تأثر اقتصاديات العالم يعني احنا مش نقصين حرب وعندنا كمان تغيرات مناخية وعندنا كمان الكورونا البرلمانيين هم الذين يشرعون للدول وفي الدول وهم الذين يلتقون في محاولة لتوجيه السياسيين في العالم لاتخاذ قرارات وبالتالي انت تستطيع ان تستغل هذه الرؤية العامة وهذه اللقاءات لمصلحة التوجه نحو حل ازمة عالمية جمدة جدا مصرح تستضيف هذا المؤتمر الدولي 27 في نوفمبر القادم ولكن البرلمانيين زي منتدى الشباب السابق اللي كان موجود في شرم الشيخ الكل يعود الى بلاده الكل يضغط في منطقة ايه الحل لازم تحله كسياسيين هسيب حضراتكم مع لقاءات خاصة لكاميرا الحياة اليوم من هذا المنتدى الهام ونعود مرة اخرى لسيادتكم